لم ينتظر رئيس المجلس الوطني السوري برهن غليون أكثر من ساعة ليرد من اسطنبول على خطاب الرئيس السوري معتبرا أن الأسد أعلن الحرب على شعبه خرج إلينا رأس النظام بخطاب خطير أكد فيه أولا على إصراره على استخدام العنف ضد شعبنا وأكد فيه ثانيا على إصراره على دفع الشعب إلى الانقسام وإلى الحرب الأهلية غليون رأى أن خطاب الأسد سد الطريق أمام المبادرات الهادفة إلى تجنيب سوريا الأسوأ وأكد استمرار ثورة طالبا الدعم العربي للشعب السوري لقد أخفق رأس النظام في لفظ العبارة الوحيدة التي كان الشعب السوري ينتظرها منه وهي الإعلان عن تنحيه الفوري عن السلطة وتسليم الحكم للشعب لإختار ممثله وحكامه بحرية من جهتها أكدت الناطقة باسم المجلس الوطني باسم قدماني أن خطاب الأسد يتضمن تحريضا على العنف ويبشر بلجوء النظام السوري إلى ممارسات أكثر إجراما بالتزام أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتوجب على تل أبيب الاستعداد لاستقبال لاجئين علويين سوريين في هضبة الجولان في حال سقوط نظام الأسد ونقل متحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيسة الإسرائيلي عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال بني جانس قوله أن سقوط الأسد سيقود الطائفة العلوية مشيرا إلى أن الأسد لا يستطيع مواصلة الاحتفاظ بالسلطة وسيسبب سقوطه تصدعات في المحور المتشدد الذي يضم إيران وحماس وحزب الله